هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من عشرة ألاف من القوى البشرية من موظفين وموظفات لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك وانطلقت الغطة لسوء الماضي وتنتهي في الخامس عشر من شوال وسيتم تنفيذها عبر عدد من المحاور تشمل المجالات الخدمية والإدارية والتوجهية الإرشادية إضافة إلى العلمية والهندسية والفنية